شدد نائب الرئيس مايك بينس على أهمية مباشرة البنتاجون وضع إجراءات تأسيس قوة فضاء عسكرية توفر قدرة على التحكم بالفضاء الخارجي وحماية ممتلكات القوات المسلحة الأمريكية فيه وأبرزها أكثر من مئة قمر صناعي تديرها وكالات عسكرية واستخباراتية أمريكية منذ خمسينيات القرن الماضي الفضاء الخارجي أساسي لأمننا القومي وازدهار أمتنا وحماية نمط حياتنا ويقول قادة البنتاجون إن المجال الذي تسعى قوة الفضاء إلى السيطرة عليه يتجاوز قدرات سلاح الجو ووكلات الدفاع الصاروخي الأمر الذي صار يحتم امتلاك الولايات المتحدة استراتيجية لحماية الفضاء الخارجي والدفاع عنها ستتخذ إدارتنا قريبا إجراءات لبدء تطبيق تأسيس قيادة الفضاء العسكرية قبل حلول سنة 2020 ويؤكد البنتاجون أن قوة الفضاء المنوي العمل على إنشائها لن تكون معنية بمهمات وكالة الفضاء الوطنية ناسا وبالتالي فأن أبرز عملياتها ستكمن بالتعامل مع المساحة الخارجية للأرض على احتمال تحولها يوما ما ساحة حرب الفكرة هي إنشاء فرع سادس للقوات المسلحة بهدف حماية نشاط العمل الاستخباري في الفضاء وخصة الأقمار الصناعية للتجسس وفي انتظار صدور التشريع القانوني الذي يجيز استحداث قوة الفضاء هذه فأنه من المتوقع أن يرفع وزير الدفاع جيم ماتس اقتراحاته في هذا الشأن إلى الكونغرس قريبا للموافقة عليها ورصد الموازنة اللازمة لها من البنتاجون جو تابت الحرة